ينضم إلينا من مقر مجلس الشيوخ بباريس السينتور أوليفي كاديك نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي سيد أوليفي مرحبا بك أولا على المستوى العسكري ما هي أحدث الخطوات الفرنسية بشأن الانقلاب في النيجر؟ أشكركم شكرا جزيلا على استضافتي اليوم إنني أعتقد أن الوضع ما زال يتطور بشكل مستمر والوضع الحالي لا أحد يستطيع أن يتوقع ما يمكن أن يحدث ولكن هناك تعقيد في الموقف وفي الوضع الراهن ما زال هناك تحول وتغيير مستمر ونحن نبحث دائما طوال الوقت ونراقب التطورات بعناية واهتمام كبير نعمل على إيجاد حلا ديبلوماسيا يهدف على استعادة النظام الدستوري في النيجر ونعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الإقلوميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف أعتقد أن سوف تكون هناك عواقب وخيمة جراء عدم التفاهم أو عدم وصول إلى حل طيب ولكن سيد أوليفي نحن نسأل عن الواقع الآن بناء على المعطيات الحالية إلى أين تتجه المؤشرات من وجهة النظر الفرنسية إلى حل دبلوماسي في النيجر أم إلى تدخل عسكري؟ إن في حقيقة الأمر لا أحد يعلم إلى أين ستمضي الأمور في هذا البلد الإفريقية إن فرنسا تبزل جميع الجهود المستطاعة من أجل التحل ومن أجل التوازن ولكن ما زال عملية التوازن صعبة حتى الآن أنيجر تواجه العديد من التحديات بكل تأكيد وهي حليف غربي حاسم ومحوري لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وقد أعلن المجلس العسكري في أنيجر الموافقة على بدء محادثات مع دول غرب إفريقيا في مسعى لحل الأزمة عبر الحوار فيجب على كل الأطراف تكثيف الحوار للخروج من هذه الأزمة وبطريقة أقل ضررا وخسارة للجميع ونحن نأمل لدينا أملا بكل تأكيد الحوار مع جميع الأطراف المعنية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة نأمل في أن تنجح جهود الوساطة لإنهاء هذه الفترة المؤسفة من تاريخ البلاد وكي نتجنب المزيد من تدهور الأوضاع نعم ولكن سيد أوليفي تفضلت بأن هناك جهودا للوساطة لحل هذه الأزمة في النيجر ولكن ما يستشف من الموقف الفرنسي أن باريس بالفعل تدعم تدخلا عسكريا في النيجر ولكن هناك انقسام دولي بشأن هذا التدخل هل يمكن لباريس أن تتدخل بالفعل عسكريا في النيجر؟ في ظل هذا الانقسام أعتقد أن التدخل العسكري محتمل ولكن فرنسا تعتبر ذلك شأن داخلي وفرنسا تعد أهم اللاعب كذلك في أوروبا أوروبي في أفريقيا وتعد أفريقيا إحدى مرتكزات أهمة جدا بالنسبة لفرنسا هناك دمج بين العديد من التحرقات المتجددة للشراكة الأفريقية والإجراءات التنموية في القارة والصمراء نحن نعمل على تقليص الرئيس بازوم هو أصبح أمامنا ونصب أعيننا الآن هو تقليص الرئيس بازوم من هذا الأسرة طيب سيد أوليفي هل يمكن لك أن تفسر لنا التناقض في الموقفين الفرنسي والأمريكي بشأن التدخل العسكري في النيجر أو حتى على مستوى استخدام الأوصاف باريس وصفت ما حدث بأنه انقلاب بينما الولايات المتحدة الأمريكية لم تستخدم أبدا هذا الوصف نعم بكل تأكيد إن الولايات المتحدة لم تستخدم هذه الكلمة ولكن هناك الولايات المتحدة أو واشنطن تسعى إلى ملء أي فراغ في القارة الإفريقية وخاصة في النيجر لا منع عند الأمريكان من فرض نفوذهم التقليدية كما نرى عندما يتبادر لهم عجزهم عن الحفاظ عليها هذا يجعل كفة ميزان المنافسة بين الدولتين متنقضة نعم مجلة بولاتيكو تشير إلى أن هناك بوادر أزمة بين واشنطن وباريس بشأن النيجر هل ترى مؤشرات على هذه البوادر؟ لا بكل تأكيد من وجهة نظر مجلس الشيوخ الفرنسي لا يوجد أي أزمة حتى الآن بين فرنسا وبين واشنطن فيما يتعلق بالشأن الحالي في النيجر نعم مالي وبوركينا فاسوا رفضات التدخل العسكري في النيجر كيف ترى فرنسا ذلك؟ أنني أعتقد أن مالي وبوركينا لن يضمنوا أي حلول حتى في التدخل العسكري لن يستطيع حماية المدنيين لذلك يجب عليهم أخذ الحظر جيدا عند التدخل العسكري كما صرحوا منذ قليل في بيانة مشترك لهم فهذا التدخل العسكري يمكن أن يبوء بالفشل فيجب ضحر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل كي ننقذ ألاف الأرواح ونحمي أرواح كذلك النجيرين ولكن دون تدخل عسكري فإنني أعتقد أن تدخلهم العسكري لن يكون حقيقي على أرض الواقع ولكن الإكواس تبزل جهودا كبيرة هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة إعطاء فرصة أخرى أو مهلة لقوات الانقلاب من أجل إعادة المشهد الدستوري مرة أخرى في البلاد أو الاتفاق على جدول زمني محدد لانتقال السلطة التدخل العسكري أعتقد أنه بعيدا الآن أو حتى هذه اللحظة لا أحد بمقدوره الجزن بالطريق الذي ستسلكه الأحداث خلال الساعات القادمة لا أحد يعلم إلى أين ستكون الدربة ولكن نأمل جميعا إيجاد حل وسط وتهدئة الأوضاع حتى نتجنب المزيد من المآسي على الساحة النيجيرية نعم ولكن هل باريس يمكنها بالفعل أن تقوم بتدخل عسكري منفرد في النيجير؟ لا أعتقد ذلك إن فرنسا تحول بزلا تواصل جهودها الدبلوماسية تعمل على تعزيز الرؤية الدبلوماسية الفرنسية من خلال المزيد من المساعي من خلال المزيد من العلاقات في مواجهة هذا الانقلاب ولكن لا أتوقع أن يكون تدخل عسكريا واضحا من قبل فرنسا فرنسا لم ترفع يدها أبدا عن القارة الإفريقية لقد حفظت على الاحتفاظ بعلاقات طيبة دائما مع إفريقيا وتعمل على تعزيز الروابط بكافة الدول الإفريقية بما فيها النيجير طيب ولكن سيد أوليفي إذا كانت فرنسا بالفعل في هذا التوقيت تدعم جهود الوساطة لحل الأزمة في النيجير دبلوماسيا لماذا ترددت في وسائل الإعلام في الآوينة الأخيرة بأن فرنسا طلبت من بعض الدول المجاورة للنيجير بأن تفتح للطائرات الفرنسية المجال الجوي إذا كنتم تقصدون ما حدث في الجزائر أن الجزائر قد منعت دخول الطائرات الفرنسية ولكن هذا لم يحدث بكل تأكيد يجب أن نأخذ في الاعتبار وأن نلتفت إلى هذه الإشعاعات التي تتردد عبر وسائل الإعلام نعم سيد أوليفي سؤالي الأخير لكم برأيك من بيده مفتاح الحل الآن في الأزمة في النيجير أعتقد أن أن الإنكلابيين وآلا الإنكلابيين هم في أيديهم الحل يجب عدم التعنت ويجب عدم التعنت في أرائهم تجاه الأزمة النيجيرية يجب على الجميع أن يدعم هذه المنهجية منهجية الدبلوماسية من أجل استعادة دولة القانون وحكم القانون في النيجير أعتقد أن هناك دول المجموعة الإفريقية أدركت أنه لا يمكن السماح بتكرار هذه التطورات الإنكلابية مرة أخرى إن ما يحدث الآن في أرض النيجير وجميع الشعب في أرض النيجير يعي المخاطر التي يواجهها لذلك يجب حلول دبلوماسية من قبل القوات الإنكلابية نعم نشكرك شكرا جزيلا كان ضيفنا من مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة باريس سيناتر أوليفي كاديك نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي شكرا جزيلا